موسيقى نبدأ برنامج المساء اليوم والذي نخصصه لتطورات التوتر بين طهران وواشنطن إذا أعلنت إيران أنها أطلقت 15 صاروخاً على قواعد تضم جنود أمريكيين في العراق ولم تعلن واشنطن وقوع أي خسائر بشرية بعد هذه الضربات سواريخ باليستية إيرانية تطال أهدافاً أمريكية في العراق ضربات جاءت بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وفق بيان للقيادة الأسطى للجيش الأمريكي فإن سواريخاً طلقت من إيران استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق كما استهدفت سواريخ أخرى قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالية العراق حيث تتمركز قوات للتحالف الدولي ضمنها قوات أمريكية فيما أخفقت بعض السواريخ في بلوغ أهدافها بحسب بيان القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تحدثت مصادر إيرانية عن أن الحرص الثوري استخدم في هجماته سواريخ من نوع قيام الباليستية التي يبلغ مداها 800 كم وهو أول ساروخ إيراني من دون جناح كما أشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى أن طهران استخدمت في هجماتها أيضاً سواريخ من طراز فاتح 313 الذي ينتمي وفق إيران إلى جيل جديد من السواريخ الأرضية والبحرية في حصيلة الهجمات تتحدث الرواية الإيرانية عن قتل أمريكيين كما تشير إلى تضرر مروحية أمريكية في القصف رواية تأتي رغم عدم ورود تقارير فورية أمريكية عن أي إصابة من جراء القصف من جانبي يأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جوهد ضريف أن طهران لا تسعى للتصعيد بعد الضربة الصاروخية الإيرانية إيران اتخذت إجراءات دفاعية ولا تسعى للحرب ولا التصعيد موقف صريح عبر عنه وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له عبر تويتر ضريف وصفت ضربة الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية في العراق بأنها إجراء انتقامي متكافئ بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في هجوم أمريكي في بغداد قبل أيام رسالة التهديئة الإيرانية عبر عنها أيضا متحدث باسم الحكومة الإيرانية مؤكدا بدوره أن طهران لا تسعى للحرب لكنها سترد على مواصفه بأي عدوان إلا أن طهران سعت أيضا إلى رفع نبرة تصريحاتها على لسان كبار مسؤوليها المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن الهجوم على القوات الأمريكية في العراق كان صفعة على وجه الولايات المتحدة وفق تعبيره وأطلق خامنئي موقفا معارضا لأي مفاوضات محتملة مع واشنطن معتبرا أن استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سيمهد الطريق لما وصفه بالهيمنة الأمريكية أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقال إن بلاده ستعمل على إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة من دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات في المقابل قال الجيش العراقي أنه تم إطلاق 22 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة الأنبار وأضاف الجيش أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات العراقية بعد الهجوم الصاروخي الإيراني نرحب من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور نبيل محمد سليم ومن واشنطن الباحث في معهد ديفيس للأمن القومي والسياسة الخارجية سيد بيتر بروكس ومعي من الرياضة الخبير العسكري والاستراتيجي السيد أحمد الشهري ومن الكويت الكاتب والباحث السياسي السيد سامي النصف أهلا جميعا بضيوفي طبعا ونحن ننتظر الآن الكلمة المرتقبة لرئيس دونالد ترامب ستكون بعد قليل وسنبتها على سكاي نيوز عربية مباشرة دعوني أبدأ مع ضيوفي أبدأ مع الدكتور نبيل محمد سليم من بغداد الدكتور نبيل سأبدأ معك لأن اليوم مسرح العمليات رأيناه في العراق الضربة الأمريكية على المسؤول الإيراني أيضا رأيناها في العراق كيف ينظر العراق هذا اليوم هل تشكلت فكرة نهائية حول ما يحدث أو حول نتائج ما يحدث وما حدث اليوم نعم مساء الخير تحية لك ولضيوفك الكرام كل ما حدث اليوم وبالأمس القريب هو من وجهة النظر العراقية انتهاك واضح وصارخ للسيادة العراقية سواء كانت من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إيران الشارع العراقي عبر عن رأيه منذ وقت طويل بأنه يجب أن تحترم السيادة العراقية وأن يحترم العراق بشكل عام بالأسف حصول هذه الأحداث على الساحة العراقية أنا بتقديري هو نتيجة لسياسات خاطئة منذ 17 عاما حتى الآن تقريبا للأسف الطبقة السياسية لم تسعى لبناء دولة تستطيع أن تحمي سيادتها وتمنع أي الأطراف أن تتجاوز على هذه السيادة وتقيم طبعا علاقات متوازنة مع هذا الطرف أو ذاك في سبيل أن تحمي نفسها وتحمي مواطنيها من أي أحداث من هذا النوع في خرق السيادة وهو خرق خطير جدا طبعا الآن يفترض بهذه الدول بعد دكتور نبيل مع حديثك الآن طبعا استدعت الحكومة العراقية السفير الإيراني وبلغتها يعني احتجاج شديد اللهجة قبل قليل هذا الخبر موجود على سكاينيوز عربية ودلالة في سياق حديثك أيضا تفضل يعني أفضل هذا يعني هذا السياق معمول في العلاقات الدولية لكنه غير كافي إذا لم تكن هناك دولة قادرة فعلا على حماية سيادتها لا يمكن لأي طرف من الأطراف أي أن كان أن يحترم هذه السيادة وللأسف على مدى هذه السلامات وجدنا للعراق مخترق السيادة من قبل معظم الأطراف سواء كانت أقليمية أو دولية وبالمناسبة يعني موضوع السيادة لا يتطلق فقط إلى ضربات من هذا النوع موضوع السيادة يفترض السيادة على المياه الأقليمية ونحن مياه الأقليمية متجاوز عليها على الأراضي والأراضي العراقية متجاوز عليها من أكثر من طرف على آبار النفط أيضا متجاوز عليها من أكثر من طرف بالمختصر السيادة العراقية كلها مختصرة نتيجة هذه السياسات الخاطئة للطبق السياسي على مدى هذه السنوات يفترض بالأطراف الدولية والأقليمية الأخرى الآن أن تحترم السيادة العراقية السيادة العراقية لا تمثلها الآن هذه الطبقة السياسية وإنما تمثلها ساحات التظاهر التي تدعو إلى إعادة بناء الوطن على أسس صحيحة بناء دولة قوية قادرة على أن تلوم شتاتها وتستطيع أن تكون دولة فاعلة في المنطقة وأيضا في العالم طبعا في إطار السلم والأمن الدوليين والاستقرار الدولي بدون التعامل مع هذا المعطى لا يمكن أن نتصور لأي دولة من الدول الأقليم أو الدول الأخرى خارج الأقليم أن تحترم هذه السيادة وقد تتكرر في المستقبل مثل هذه الخروقات نتيجة ضربة من هناك تصرف من قبل قوة سواء كانت محسوبة على طرف خارجي أو على طرف داخلي واليوم سمعنا أيضا تهديدات من الداخل العراقي بإمكانية أيضا ضربة طبعا دكتور نبيل استمعنا إلى هذا الموضوع وإذا تسببت هذه الضربات بمقتل أمريكي سنعود إلى نفس الآلية استمعنا إلى هذا الموضوع وسعود إليك في محاورنا في الحديث الليلة لكن هذا الخطر ليس فقط على العراق ولكن على دول منطقة بشكل عام سنتقل إلى الكويت الكاتب والباحث السيازي السيد سامي النصف سيد سامي رأينا اليوم التطورات ضربات إيرانية على المعسكرات الأمريكية في العراق هناك أيضا كان حديث حول المخاطر التي ستأتي على بعض دول الخليج وكان هناك حديث مستفيد في هذه المسألة دول الخليج مجلس تعاون لدول الخليج العربية كيف تشاهد ما يحدث إلى أي مدى هي تقيم مستويات الخطر هل ترى أن ممكن الصراع أن يستمر أو أنه يعني وصل إلى نقطة توازن الآن والله أنا أعتقد أن كل دول الخليج تعي كم الخطر القادم تحديدا من إيران اليوم حتى بالخطاب الإيراني هناك تناقض واضح ما بين الحديث على أنه هناك لا إشكالة لإيران مع حكومات الدول المحيطة ويقصد دول الخليج ثم بعد قليل نسمع هجوم على المملكة العربية السعودية نسمع من وزير الخارجية كذلك كلام عن أن إيران ترى خروج قوات الولايات المتحدة من المنطقة وفي نفس الوقت نسمع كل يوم بتهديد إيراني لدولة أو لدول المنطقة هذا تناقض صارخ أنا أعتقد أنه لا يمكن القبول به الأمر الآخر أنه السيادة في العراق أتصور أنها منتهكة بالدرجة الأولى من إيران يعني لا يمكن أن يساوي أحد بين انتهاك إيران للسيادة العراقية منذ 17 عام تتدخل بكل شيء في العراق تتدخل بالانتخابات تفرض قيادات تستولي على ثروات العراق ثم نحاول أن نجمج هذا التجاوز على العراق بأي تجاوز آخر بما في ذلك التواجد الأمريكي التواجد الأمريكي تواجد محدود بالعراق بناء على اتفاقيات عندما قامت داعش بالهجوم على العراق طلبت النجدة من دول ومنها الولايات المتحدة ولولا الهجمات الجوية التي قامت على داعش لما سقطت داعش وبالتالي أنا أتصور أنه علينا أن لا نخلط الأوراق وأن نعلم أن الولايات المتحدة في أقلب الأحيان هي صديق وحليف موثوق به لدول الخليج بينما إيران وهي شقيق وجار وكنا نتمنى منها منذ أربعين عام أن يتقير الخطاب الإيراني أن تتوقف عن الثورة وتتحول إلى مرحلة الدولة ألا أنها حتى يومنا هذا قضية قائمة على حتى تهدئة الصراع وحدة الصراع هي لفترة قصيرة وسنعود مرة أخرى في إشكال آخر لكن يبقى هناك خطر سيد سامي الآن الصراع يبدو على حدته بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني هل تعتقد هناك خطر على دول الخليج في هذه المرحلة أم أنه ربما تم نزع فتيل هذه المسألة اليوم والله أخي الفاضل قد يكون الخطر مؤجل قليلا يعني واضح أن هناك فارق السماء والأرض بين القدرات الأمريكية والقدرات الإيرانية إيران لا يمكن لها أن ترد على الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال لأن الفارق كبير عدديا اقتصاديا عسكريا تقنيا وغيرها وبالتالي إيران منذ سنوات منذ أربعين عام كلما حوصرت كلما وجهت يعني عدوانها على الدول الخليجية شاهدناها بضرب الناقلات بالتفجيرات بتحرك بعض الجماعات كل هذه الأمور مستمرة منذ أربعين عام وبالتالي هذا الخطر لا زال قائم قد يهدأ قليلا لأنه سيتكرر طالما بقي الخطاب الإيراني المصدر للثروة الثورة حذرا القابل للتدخل بشؤون الدول الأخرى قائم طيب دعني ننتقل لسيد بيتر بروكس من واشنطن سيد بيتر اليوم كان هناك طبعا كما تناقلت وسائل الإعلام والصور وكان هناك اهتمام عالمي شديد بهذه الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية بعد قليل ننتظر كلمة رئيس ترامب لمعرفة عدد النتائج سواء كان المستوى الضحايا أو الأضرار المادية وما شابه لكن في داخل ولاية المتحدة الأمريكية كيف شهدت هذه الضربة كيف انعكست على البيت الأبيض كيف انعكست على الشؤون الداخلية الأمريكية أساسا حسنا لا نزال نقيم ما حدث ليلة أمس وأنا أظن بأن ما يحدث في البيت الأبيض هو أن الرئيس يحاول أن يحصل على آخر المعلومات من المنطقة حتى يدخلها في خطابه وحتى يكون صادقا وصحيحا في كلامه وأعتقد بأن هناك طبعا الآن تأكيد مما سيقوله الرئيس أعتقد أن هناك شعورا ربما بالارتياح بأنه ليس هناك ضحايا أمريكيون أو ضحايا عراقيون هناك شعور بأن الإيرانيين ربما عن عمد قرروا بأن يختاروا مواقع لا يمكن أن تسقط فيها ضحايا من المثير الاهتمام بأن الحكومة العراقية تم إختارها من قبلها أعتقد بأن الإيرانيين توقعوا بأنهم سيتقسمون المعلومة مع الأمريكيين لأنهم يتقسمون كثير من المعلومات معهم الشيء المثير الآخر هو أن الإيرانيين اختاروا مواقع في المناطق السنية والكردية من العراق وليس المناطق الشيعية ربما هذا صدفة أو ربما صمم بهذه الطريقة ولكن هناك شعور ببعض الارتياح بأن التوترات قد زالت قليلا وبأن الولايات المتحدة لن تلجأ ربما للرد بطريقة مماثلة لو قتل أمريكيون فإن الرئيس قد وضع خطا أحمر من قبل أدى إلى مقتل قاسم سليماني والرئيس ربما يشعر بأنه ملتزم أو شعر بأنه ملتزم بالرد ربما هذه الأزمة في هذه اللحظة ربما هناك فرصة لخفض التسعيد وخفض التوترات أعتقد بأن معظم الأمريكيين الذين يتابعون هذه الأمور من كثب طبعا يدركون بأن أيام الخطر لم تذهب ولم تولي هناك أسئلة بشأن مثال كتائب حزب الله وكيف سترد في العراق وهناك توترات وتحديات في العلاقات العراقية الأمريكية وطبعا ربما كان هناك مشكلات بين الطرفين مؤخرا وأعتقد بأن هناك أشياء كثيرة لفعلها لتصليح الوضع وربما إيران لم تكمل بعد ما يسمونه بالانتقام ضد الولايات المتحدة إذن أعتقد أن هناك تفاؤلا حذرا كما أن هناك تحديات كبيرة أمامنا في الشرق الأوسط وخاصة في العلاقات الإيرانية الأمريكية لكن سيد بيتر من الجانب الداخلي الأمريكي الآن الضربات الإيرانية استهدفت قواعد أمريكية هل سيكون هناك رد وما رأي يعني كان هناك تركيز شديد من الداخل الأمريكي في صناع السياسة على مدى مشروعية الدلائل التي يحملها الرئيس دونالد ترامب اليوم ما موقف الإدارة الأمريكية إلى أي مدى يعني هذا يعطي شرعية عدم الرد إلى خصومه خصوصا من الدموقراطيين أنا طبعا لست سياسيا هذا شيء يقوم به المحللون السياسيون أو بعض المحللين الآخرين الإدارة تشعر بقوة بأن كان لديها الحق في أن تتخذ التحرك الذي اتخذته في رد على قتل متعاقد أمريكي وإصابة أيضا جنود أمريكيين ربما سيكون هناك جدل بشأن هذا دائما هناك جدل بشأن القانون بكل تأكيد ولكن أعتقد بأن هناك أسئلة بشأن كيفية التقدم لا يمكن أن نغير الضربات التي قتلت سليماني فهذا شيء مضى العديد من الأشخاص يعتقدون بأننا نعيش في مكان أفضل من دون قاسم سليماني بسبب يديه الملطختين بالدماء من الأمريكيين وغيرهم في الشرق الأوسط وغيرها من الدول ولكن لا نزال طبعا نعيش في عالم خطير نعم بكل تأكيد سيكون هناك جدل في مجتمع الدموقراطي بشأن مشروعية التحركات من جانب الرئيس ولدينا نظام يسمح للمحاسبة وهذا ما يفعله الكونغرس إنه طبعا يقيم ويحاسب وهناك أيضا القضاء الذي هو يمكن أيضا أن ينظر في هذه القضايا مثلا أعتقد بأن قانون مثلا الحرب هو قانون قوي في تاريخ الولايات المتحدة إذن هناك الكثير بكل تأكيد من الأسئلة المطروحة الولايات المتحدة أو الرئيس يقول لنا ما إذا كان يشعر بأنه بحاجة للرد من الواضح بأنه قد اتخذ القرار من قبل بأنه إصابة أو مقتل أمريكيين ستتطلب ردا والرئيس أيضا لديه العديد من الأدوات التي يمكن أن يستعملها من الدبلوماسية والمعلومات والعسكر والاقتصاد الرئيس طبعا قال بأنه يقرر الرد إذا كان ذلك ملائما ويقرر إنه لا يمكن أن يكون عسكريا مثلا بتقوية العقوبات على إيران الاقتصاد الإيراني ضعيف جدا والمظاهرات التي رأيناها في إيران مؤخرا كانت مرتبطة بعدم قدرة الحكومة الإيرانية على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني وتقديم الوظائف توفير الوظائف والفرص إذن الرئيس لديه العديد من الفيارات بالطبع سيد بيتر سنشاهد حديث الرئيس الأمريكي خلال دقائق ونحن بانتظار هذه الكلمة لكن ننوه فقط في حديث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة قال تحدثت مع الجانب الأمريكي مع الرئيس دونالد ترامب وطلب منه خفض التصعيد في هذا التوقيت هناك فرصة أو فجوة لإيجاد خفض التوتر في هذا التوقيت أيضا أنتقل إلى الرياض معي سيد أحمد الشهري سيد أحمد مملكة عربية السعودية طلبت التهدئة الدول الخليجية كثيرة طلبت التهدئة أيضا بعد استهداف الجانب الأمريكي لقاسم سليماني اليوم رأينا ضربات إيرانية على المعسكرات الأمريكية في العراق هل تعتقد الآن الوقت مؤاتي لهذه التهدئة ما الذي سنراه بعد هذه الضربات بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ ماجد وإلى ضيوفك الكرام وأنا أثني على ما تفضل به الزملاء أنا أعتقد أن الضربة التي وجهتها اليوم إيران للقواعد التحالف الدولي في العراق هي تحمل في حد ذاتها رسالة التهدئة لأن هذه الصواريخ هي مثل ما قال الزملاء هي أولا لم تحدث إصابات بشرية في الأمريكيين وتعلم أخي الكريم أن إيران قد أخطأت في قراءة سأترك لك المجال للحديث عن هذه الكلمة أهم النقاط التي ذكرناها فيها إلى أي مدى تقرأها هي يعني الآن هل عادت الأمور إلى ما كانت عليه عقوبات اقتصادية وما شابه هل انتهى المسار العسكري في هذه الكلمة وكيف قرأت الكلمة بشكل عام أحسنت لعلي أكمل النقطة التي بدأتها حتى أصل إلى هذا الموضوع وهو أن إيران قد بدأت رسالة التهدئة بهجومها النوعي على هذه القواعد استخدمت صواريخ فارقة الرؤوس رأينا عندما سقطت في الأرض لم تحدث حتى حفر عشر صانتي بينما الصواريخ المحملة برؤوس متفجرة تحدث حفر بالأمتار إذن هي اختارت أهداف صواريخ فارقة اختارت أهداف بعيدة كل البعد عن الإصابات ولذلك هي تريد فقط أن تقدم رسالة للاستهلاك الإعلامي الإيراني المكينة الإعلامية الإيرانية وحزب الله والميليشيات في العراق والسوريا واليمن بدأت تشغل هذا الفيلم من أجل الاستلاك المحلي هذا بالنسبة للجانب الإيراني الرسالة الأمريكية الآن ونعتقد أنه قد خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المواجهة وهي بشكل أقوى أبدت قوة خارقة وضاربة عندما يستهدف مثل قاسم سليماني من الولايات المتحدة الأمريكية وعبر طائرة مسيرة تنطلق من العديد في الوقت الذي ينكشف عوار ضعف وفشل الترسانة الإيرانية التي دائما تهجد بها عندما نرى مثل هذه الصواريخ متهالكة لكن سيد أحمد حديث الرئيس دونالد ترام كان واضحا هو قال كما يقول نحن هناك رضا بهذه الضربة الإيرانية وبالتالي ستنتهي الأمور كيف شاهدت الكلمة الأمريكية على عجالة؟ أنا أعتقد أنها كلمة متوازنة كلمة تحمل يد بها السيف أو بها البندقية ويد بها غصن الزيتون وعلى إيران أن تختار أيهما إن أرادت أن تختار السلاح فيتعرف وتقدر القوة الأمريكية التي تستخدم في الوقت المناسب وإن أرادت أن تذهب إلى غصن الزيتون الولايات المتحدة الأمريكية سبق ودادت وأيضا سبق ودع ترامب أيضا روحاني إلى المفاوضات ورأينا أيضا مدح الرئيس للشعب الإيراني إذن الكرة الآن نعتقد أنها في مرمى النظام الملالي في طهران ونعتقد أنه لن يلتقطها بالشكل الإيجابي لأن إيران لا تعيش إلا في الفوضى لا يمكن أنها تنحو إلى السلام وتهدي بل هي ستسعى إلى المزيد من التوتير وكلاءها في المنطقة ورأينا حسن نصر الله وقد أعطى أمر عسكري وأمر تنفيذي لجميع الذئاب والثعال بالمفردة بأن كل واحد منهم مسؤول عن أن يقدم شيء لهذه الأزمة فقد يكون هناك ردود من الحجر الشعبي المنفلت الذي هو خارج السلطة العراقية وأتفق مع الزميل في بغداد أن السيادة والاستقلال في العراق خارجت عن النطاق من أراد أن يسمع الصوت العراقي من أراد أن يسمع صوت العراق الحقيقي فليذهب إلى ساحة القلاني سيد أحمد دعنا نعود إلى الكلمة أما المنطقة الخضرة والبرلمان فلا سيادة فيها دعنا نعود إلى كلام رئيس دونالد ترامب هو قال نحن يعني كلام أول مرة يعني في أول مرة نستمع لها قال لسنا حاجة الشرق الأوسط أو النفط وقال هناك عوامل يعني مشتركة حتى مع الجانب الإيراني في مسألة الحرب على داعش كل هذه النقاط المثيرة للاهتمام أنقلها معي مراسلتنا هبة نصر من وافلنط إليك هبة ومزيد من القراءة في كلمة الرئيس الأمريكي ماجد ثلاث أشياء الوقوف عندها أولا الشكل الذي ظهر به الرئيس الأمريكي محاطا بكبار القادة في كلمة تعتبر الأهم خلال فترة رئاسته هذه الكلمة التي ظهر بها مفتتحا الكلمة بمباشرا الشعب الأمريكي بأنه لا سقوط للضحايا أولا هذه نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار عندما قال إن إيران لن تحصل على سلاح نووي خلال فترة رئاسته أتوقفت هنا عند الشك العنصر الثاني المسألة التي قربها هي مسألة الهجمات التي حصلت بالأمس وقال إنه لم يكن هناك وقوع إصابات أمريكية ولا حتى عراقية نتيجة للإجراءات الاحترازية التي كانت موجودة وحية الجنود الأمريكيين على ما قاموا به وأيضا على الجنرالات هذه أيضا نقطة ثانية تحديدا عن الهجوم الذي حصل بالأمس النقطة الثالثة هو ما يشبه الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الأمريكي أولا قال فيما نحن نقيم كيفية الرد على الهجوم الذي قامت به إيران نتعهد بفرض عقوبات جديدة وقوية على النظام الإيراني تحدث عن الاتفاق النووي تحدث عن عملية اغتيال سليماني وتاريخه وما الذي قام به هو قال أن الولايات المتحدة من خلال قتل سليماني هي قتلته بعدما علمت أنه يحضر لهجوم ما وكان هو المسؤول عن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وأيضا عدد ما قام به في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان أعود إلى مسألة الاستراتيجية التي طرحها الرئيس الأمريكي مسألة العقوبات خاطبت طرفين في هذه الاستراتيجية خاطبت الدول الأوروبية والصين وهي الدول التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي وقال حان الوقت لأنهاء الالتزام بما تبقى من هذا الاتفاق ويجب العمل معا للوصول إلى اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر سلاما ويجعل إيران أكثر ازدهارا النقطة الأهم هي دعوة الناتو أصلا أيضا للاندماج أكثر في الشرق الأوسط النقطة الرابعة في خطاب ترامب والتي يجب الوقوف عندها أيضا هي توجهه إلى الشعب الإيراني وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للسلام مع من يريد السلام بما معناه هنا لست دقيقة العبارة عن كلها لكن هذا المعنى بشكل عام ماجد نعم طيب إذن كانت هذه مراسلتنا هبة نصر من واشنطن أعود إلى ضيوفي وأبدأ مع الدكتور نبيل دكتور نبيل إذن استمعنا إلى كلمة الرئيس ترامب هي كلمة من الناحية العسكرية أو ما ينعكس على الساحة العراقية يبدو أنها مريحة بعض الشيء لأنه لن يكون هناك تصاعد عسكري كيف ممكن أن تنظر بغداد إلى هذه المسألة وكيف ستنعكس على طلب بغداد خروج القوات الأجنبية والأمريكية من هناك يعني كلمة السيد ترامب أكيد فيها نوع من التهدئة في الوقت الحاضر على الأقل فيما يتعلق بالضربات التي تلقتها القواعد العسكرية يوم أمس لكن أيضا الكلمة كانت تتضمن ضمن تهديدات أو ردع أو ما شابه ذلك وتأكيد أيضا على نفس الشروط الأمريكية بإعادة النظر في الاتفاق النووي الذي خرجت منه منفردة ودعبة للأطراف الدولية الأخرى أن تنخرط في هذا الموضوع أكثر بحيث تصل إلى تفاهمات من نوع آخر مع إيران لمنع حصولها على سلاح النووي وتأكيد الرئيس الأمريكي على ذلك أيضا بما يتعلق بتمددها في المنطقة أيضا في إشارة ضمنية إلى هذا الموضوع وطبيعي دعوة الناتو حد شمال الأطراف الإخراط أكثر في الشرق الأوسط الولايات المتحدة القول بأنها لم تعد بحاجة إلى الشرق الأوسط أو نفط الشرق الأوسط ربما يبدو هذا إلى حد ما ممكنا لكنها لازالت بحاجة إلى المنطقة كأسواق وأيضا كموقع استراتيجي وإلا لماذا هذا الاهتمام بالمنطقة ماذا عن الجانب العراقي دكتور نبيل بينها وبين إيران الجانب العراقي من تأكيد سينظر بارتياح لكن أيضا بحذر شديد يعني الآن تهديئة قائمة بعد أن تم الرد عليها من قبل إيران لكننا يمكن أن في أي لحظة ممكن أن يحصل خطأ يذهب ضحيته عسكري أمريكي أو مواطن أمريكي وبالتالي ستتجدد هذا الإشكال لا يمكن أن يحل إلا إذا احترمت الأطراف المعنية سيادة العراق وأبدى العراق موقفا واضحا صلبا تجاه هذه الأمور لا يكفي مجرد استدعاء السفراء لا يكفي مجرد إخبار رئيس الوزراء بأن ضربة ستقوم في هذا اليوم أو في ساعة كذا إلى آخر هذا غير كافي يجب أن يكون العراق لديه موقف واضح وصلب تجاه كل الأطراف الإقليمية بضرورة عدم تجاوز السيادة الوطنية العراقية وبالتالي هذا الانتهاك إذا استمر فبالتأكيد سينتشر في كل المنطقة لأن أي صراع عسكري ساخن في المنطقة لا يمكن أن تكون أي دولة في المنطقة بمنعه سواء كانت إيران أو دول الخليج أو العراق أو غيرها دكتور نبيل دعني أنتقل بهذه النقطة خصوصا لسيد سام النصف سيد سام استمعنا إلى حديث الرئيس ترامب هنا قال سيدعو الناتو إلى يعني الخراط أكبر في الشرق الأوسط هذا ماذا يعني لدول الخليج العربية هل يعني كان هناك استنفار في القواعد في المنطقة هل حديث الرئيس ترامب الآن يعني يهدأ هذه الأوضاع أو مسألة الاستهداف أو الصواريخ أو أي تطور عسكري آخر والله هذه أحد النقاط الهامة والموجبة بالخطاب يعني في الجزء الأول عندما تحدث أن الخيار النووي لن يكون موجودا على الطاولة الإيرانية في ضل رئاسته وإن كان هناك محذور بهذا الأمر تقديمه لهذه القضية بالخطاب قد يدفع الجانب الإيراني للإسراع بعملية تطوير القدرات النووية وباعتقادا منهم بأن أي إعلان عن تفجير نووي إيراني سيكون الرد المناسب وسيقل باستراتيجية التوازنات الموجودة بالخليج قضية تفعيل دور النيتو قضية موجبة جدا لدول الخليج وللوطن العربي يعني نتذكر أن الدول العربية تشتعل بها النيران سواء بتمدد إيراني يجب أن لا نتحدث فقط عن العراق بل هناك سوريا هناك اليمن هناك لبنان وحتى قزة وبالتالي إذا كان للنيتو دور في الحد من هذا التوسع والتوحش الإيراني والتوقل الإيراني والتركي كذلك اتجاه منطقتنا العربية أنا أعتقد هذه علامة موجبة ألا أنه كالعادة يعني شياطين بالتفاصيل نرجو أن نرى بالفعل دور فاعل خاصة أن كثير من القرارات التي تعمل تحتها المضلة الخليجية أو التحالف العربي صدرت من الأمم المتحدة وهي قرارات دولية تحت البند السابع وبالتالي نعم علينا أن نتوقع وننتظر من النيتو أن يتدخل في حرب اليمن أو بحرب ليبيا وقيرها حتى تطفأ النيران المشتعلة من ما يقارب الثمان أو تسع سنوات علامات كثيرة موجبة بهذا الخطاب علينا أن ننتظر التطبيق وأنا المحذور الآخر أن إيران استمعت لمثل هذا الخطاب مرارا وتكرارا الذي فيه العصى والجزرة سمعته من أوباما سمعته من كلينتون وفي كل مرة لا نستطيع فهم السياسة الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية المصرة على قيام الإشكال مع المجتمع الدولي وعلى التوسع بدول منطقة حتى لو أدى الأمر إلى دمار دول المنطقة هذه السياسة الإيرانية هي النقمة أو هي القموض الكامل بالمنطقة ماذا تريد إيران؟ بلد محاصرة بلد ضعيفة بلد من دول العالم الثالث اليوم تدخل أربع أو خمس حروب في خمس دول مختلفة بالمال والسلاح دعني أعود إلى الكلمة دعني أعود إلى الكلمة مع السيد بيتر بروكس ليعطي مجال الجميع قبل نهاية البرنامج سيد بيتر اليوم استمعنا إلى حديث الرئيس ترامب إلى أي مدى هو عادة للغة الدبلوماسية المعهودة إلى أي مدى هو مد مسألة الجزرة هذه المرة قال هناك أمور مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران في مسألة الحرب ضد التنظيمات المطرفة وهنا قصد داعش أيضا هذا الحديث كيف سينعكس على الشأن الداخلي الأمريكي الآن؟ إدارة ترامب كانت دائما أو فتح دائما الأبواب للدبلوماسية والحقيقة هي أنني يمكن أن أجادل بأن أسس حملة الضغط القصوى كانت بالضغط الاقتصادي حتى نعيد إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي إذن الرئيس كان فقط يؤكد ويعيد ذلك اليوم كان يقول بأن هناك بابا مفتوحا للدبلوماسية لإيران ولكن إيران عليها أن تمر عبره كما أنه وضع ضغوطا اقتصادية أكثر وقلت بأن الاقتصاد هو أحد الأدوات التي يمكن أن يستعملها الرئيس البعض ربما أساء فهم استراتيجية إدارة ترامب وقال إنها فقط تهديدات وضغوط اقتصادية ولكن هناك دائما أيضا الخيار الدبلوماسي وأي شخص مثلا يعمل في المجال الدبلوماسي أو غيره يفهم بأن الدبلوماسية فعالة أكثر حينما يكون هناك احتمال لأن يكون هناك ضغط اقتصادي أو ضغط عسكري إذن إيران عليها أن تمر عبر هذا الباب وعليها أن تأتي إلى طاولة وإلا فإن الولايات المتحدة بمساعدة الآخرين ستستمر في الضغط على هذا النظام إذن هذا النظام عليه أن يفعل شيئا صواب والرئيس اخترك الباب مواربا أشترك سيد بيتر بروك ترجمة نانسي قنقر